يا زينة أيها يا حبيبي أنا هنا سيك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، بس أنت عارف كريمة لما تبقى في المطبخ ما بسيبش حدي مدي ييده في حاجة أروان، مش هتقولي بقى أنت مخبي علي إيه؟ ألوك لي يا زينة عشان نفتح ونفسوا بعض ربنا خليكم بقى كواس إن انت كيه بص بقى أنا قطعت العجل كلوات وحطيتها في كياس عشان كل البلد تاكل وتنبسط عايزك تشوف لي حد أمين كده عشان يفرق اللحمة دي على الناس حلوة جوي 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 يبقى فتحي مين؟ فتحي أمر لله، بس نبه عليه ما يكلش منها حاجة حاط تكلموا لي بسرعة، أنا حاجر أشوف الرؤاك ماشي يا ماما وأنا جاية وراك تعيب يا حبيبي شكلك هتبقى الكبير يا زينة أنا طوله عمر كبيرة في أي مكان بروح له ولازم أبقى رقم واحد صحة عليا النعمة من نعمة ربي صحة حتى جلبي أنا حروح أبص على الأكل وماشي يا أبوي، إيه دي؟ حسن إيه يا ولد أبوي؟ كنت رايح على فتيجي ومالو تعملي مع عادل إنساء، إنساء النهار دا، النهار دا لي نحن أوباس أقول لك إيه؟ هوا أكون قلت لهم ولا جيبت سيرة تسدك، أنا شكك فيك حجك الزرافة يا زينة، الوطني يا زينة يا حسن أمك مأكدة علينا قلية الشربة دي ليك ومحدش يكل الكبدة غيرك أو الله، أنا بحبها فعلاً حسن، أنا محتاجة لك أو أنت عمران في إيه؟ فقضيت ماما كريمة دي زي يومي وأكتر تفاكرنا إن أنا ممكن أرتاح ولا يهدلي بال وهي أجلجانة أو تعبانة طب قصماً بالله، لو حصلت أدخل السجن بدالها لا أعمل كده تبتجولي إيه؟ بجد يا حسن تي مجنونة كريمة دي لو طلبت عمري ما تأخرش عليها يلا، وروحي بعد مطبخ يتعلّمي لك أي حاجة ماشي خلي بالك من البطاطس وقعت تتحرق مني وأنا كمان بحبك يا حسن وبعد بركبني يا حبيبي على في كلام كنت قلته لي بس أنا وقتها ما كنتش فهمة ولا عارفة أنت تقصد إيه؟ دلوقتي بس عرفت إن أنت كنت على الحق يا حسن إيه الكلام اللي أنا قلته؟ قلتلي إن أنت حتقول لأولادك إن أمّا كريمة كانت بتحب أمّا كبريه وكانت بتوقف كم منها وتساعدها تأكّلها وتديها الدواهية ضعبانة والإتنين كانوا بيحبوا بعض وقلتلي كمان إن أنت حتقول لهم إن العيلة دي كلهم يدهم في يد بعض ومحدش هيقدر يفرق بينهم ولا في حد فيهم حيدي طهروا للتاني أنت كنت صح يا حسن أنت كنت صح تتوى الفراكة هاتتحرق هم؟ مش هنا خارج طيب إحنا جاعدين هنا بالنعملوا إيه؟ بصي انا اتفقت معاقني محدش فيكو هيخرج من هنا بس لو اتفقنا تمام تعجلي ما ينفعش كده ما ينفعش نأمن لعادل خالص بعد اللي عملوا معنا ده ايوه احنا لازم نخلص من عادل بالزبط ما هو ده اللي بقوله بس من غير ما نخسر تعجله وعجلك يوزن بلد بس كيف؟ ريتال ريتال لو عرفت ان عادل هو اللي ورا قتل ابنها مش هتسكت ولا حسن كمان هيسكت نحي ما هي اللي قتلت ابن ريتال او الله نحي ما هي اللي عملت كده وعادل وبدري هم اللي وزوها انها تعمل حركة ديد عشان يسلمه حسن وزينة بهير تلبس الموضوع وساعدها يبقى خلصه من حسن ومروان في نفس واحد طيب خلصتي من نعيمة وحسن يدخل السجن ومروان يبقى لوحده من غير اخي يسنده صحا بالصبت بس انا لو رحت قلت ريتال الكلام ده مش هتصدقني عشان عارفة اني بكرها وعايزة الدنيا تولى حواليها بس لو ندي هي اللي راحت هتفكر في الموضوع بس كده عناية ده انا من زمان بحلم باليوم اللي اشوف فيه ولاد عبدالحاكيم في السجن ام الفاتحي فين لسه ما جايش كلمتوا في التليفون قال لي مش حق دراجي غير لما خلص اللحمة اللي معايا كلها ربنا يبقى لي كلهم قلق وهم بفين طعبانة شوية ونايمة فوق وقالت كله انتوا ان شاء الله بعد ما يتغدوا نطلع كله ربطة المعلب نطل عليها بسم الله الرحمن الرحيم ربنا جمعنا دايما على الخير يا حبيبي ايه يا اما كريبة فصصة الناس دول مكتوفين دول بيتكشفوا دول يا اما دول عنهم عبدالبقارة كده محدش هيجوموا من هنا إلا ما الوكل ده يتمسح مازح مروان ايه اللي كنت عاوز تقولهولنا يا حبيبي بس لما نبلع اللقم الاول اللي ايه ما تقول لهم يا مروان خلي نفسهم تتفتح اكتر من كده ده احنا انتصر لا يا مرة عم لو عرفت اللي هنقوله نفسك هتتفتح وهتبجى ساعات الدنيا مش سايعاك ايه جوزتي يا حبيبي ولا ايه ياريت لا والله بس انا عرفاك بتحب الموادية دي زي عينيك قول قول ما تتكسفش لا يا سيبت الريتال ما تجوزتش بس هيحصل ييه انتو فاكرين الفيلا لعد مصر هل كنت بذلكم فيها يا دي تتهيس يا مروان دي كانت فيلا تشرح الجلب انا كنت بحبها قول وبابا قبل ما يبنيها كان بياخدني انا وريتال نلعب في الجنين معناك وانا على طول كنت اروح معاوه هو لسه ما بنيهاش وقلو يا بابا تبنيها امتى يقولي قريب ان شاء الله لحد ما بناها وكل واحدها فينا كانت وقفة على ايد العمال وانا اختارتي العفش وانا كمان اختارتي ألوان الحيدة وانا اختارتي الطحف وكملت زباطك جدا هي لازمتو الكلام دي يا مروان دلوك اللي راح راح وهو اهل اللي راح راح فاش حاجة راحة يا عمتي الفيلا ريجعت تاني ايه 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 اللي بقولك كدة بجد يا حسن الفيلا وكل الفلوس اللي اتنصب على عم فيها ريجعت تاني ياه! ياه! لغرتين! ما بعرفش يا أبي! لغرتين يا عمتي! الله أبو صلي عن نبي! ربك أين على أهل بكلها فرح! أمين يا رب! يا من تكاميم يا رب! الحمد لله! ها! ها! يا ربك! أيه! 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 شكرا! ها! يا ربك! يا ربك! يا ربك يا ربك! يا ربك! يا ربك! يا بري! يا جوجو! جينا بجي ولا إيه! ما لها عندك حال! الواحد لما بيحس إنه هو بالورايد! ومستريح! ونفس وحيه! إنه هم بيبقى سهل قوي! البت زينب! عايزة تلم العيال حواليها وتعمل عيلها! ومروان وحسن! عاملين زي السد! لما هيجي التفان! وسند! لما دوني أدمي بالواحد! لما دوني أدمي بالواحد! اللي هي اللي أختي بيعلمونا! اللي إحنا ما عرفناش نعلمه لهم! عارفة يا كابريا! يا ولي يا سايباني بكلب نفسي! جابريا! 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 بسم الله الرحمن! بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا سيكة حدتيني! فيا أولي! ما بترديش بكرتك مطي! خوفت اللي تهموني فيكي! انت بتقولي عليها وبصرخ يفودني كمان! بسم الله الرحمن الرحيم! خدتيني! يا ختيو انت فاوقتيني!